اشتركوا في القناة الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء واضاف الوزير بان اشادة جلالته حفظه الله ورعاه بجهود الوزارة والتربويين بمختلف مواقعهم هي محل الاعتزاز والتقدير من الجميع وتعتبر وسام فخر واعتزاز وحافزا لمزيد من العطاء من اجل رفعة البحرين وتقدمها مشيرا الى ان الوزارة تواصل عملها على توفير الخدمات التعليمية وتنويعها بما يتناسب مع احتياجات الابناء الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية واكد الدكتور ماجد النعيمي ان الانجازات التي تحققت هي بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى ايده الله حيث انعكس بشكل كبير على مخرجات التعليم بمختلف مراحله الدراسية ومؤسساته وساهم في تأهيل منتسبي الميدان التربوي وقطاعات الوزارة الاخرى للتعامل باقتدار مع الجائحة اشتركوا في القناة